لو بس أروا أقول لها بعطي نصيحتين من خلال التجارب اللي أشتيها للناس إيش بنقول كخريجين اتطوعوا ما أقول أنه لا تتطوع بالعكس التطوع مرة يفيدك ولكن اعرف وش لك وش عليك اعرف من أول يوم يقول لك أنا موافق لتطوعك وأنك تبدأ معنا خذ مننا مهامك ومسؤولياتك كاملة خذ مننا المدة بالضبط لا ترضى على نفسك بمدة طويلة ولا تتأمل فيها أنه حيعطونك منها مجرد خذ هذه الفترة كبداية لك وهذا النصيحة الأولى النصيحة الثانية لا تخلي أحد يستغلك الخريجين فيهم طاقة يعني ما تتخيلها سواء شفتها في نفسي أو شفتها في اللي حالي لا تخلي أحد يستغل هذه الطاقة وتحبط من بعدها لما تستغل كل طاقتك وما تشوف أي ثمرة جدا يجيك أحبط اشتركوا في القناة